وبالنسبة لأخبار المحفظات في الدأهلية حيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من حياة كريمة خلال أيام وفي الشرقية تم تخصيص 3 مليار جنيه لتنفيذ 19257 مشروع ضمن مبادرة برنامج مشروع كمان في مطروح تم تقديم خدمات تمويل 1225 مشروع بإجمال قروض وصلت لمية 32 مليون جنيه في بني سويف تم دعم المستشفى التخصصي بخمس حضانات جديدة وأجهزة تنفس صناعي أخبار كتيرة شاهدتها المحافظات في الدأهلية أكدت المحافظة على إنهاء كل مشروعات حياة كريمة خلال الفترة القادمة واستكمال جميع المشروعات بعد إنهاء كل المعوقات ليتم إنهاءها بنسبة 100% خلال فترة وجيزة وده بالتزامن مع استعدادات العمل بالمرحلة التانية ضمن مبادرة حياة كريمة وتم توجيه جميع التنفيذيين بتدقيق البيانات الخاصة بجميع القطاعات المستهدف العمل بها ضمن المرحلة التانية استعداداً لبدء الأعمال بيها والنزول على الطبيعة مرة أخرى لمطبقة هذه البيانات بالواقع أيضاً الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر حققت تداول 630 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر يونيو الماضي بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وسجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 420 ألف طن بنسبة زيادة 73% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضي 2023 أيضاً حققت زيادة بنسبة 50% عن الواردات خلال نفس الفترة اللي سجلت 210 ألف طن وشاهد ميناء سفاجة تداول 448 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 176 ألف طن وصادر 272 ألف طن في الأقصر أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية فتح باب التقديم للمرحلة الثالثة من طلاب مركز إسنا في معاهد رعاية الأقصر ودى نظراً للإقبال الكثيف من طلاب الشهادة الإعدادية في مركز مدينة إسنا خلال المرحلتين الأولى والتانية للالتحاق بمعاهد الرعاية التمريضية بالمحافظة وما تبعه من اكتمال الأعداد المتاحة دراسياً للمتقدمين من الطلاب قبل اكتمال المرحلة الثالثة للالتحاق بالعام الدراسي 2024-2025 على أن يبدأ سحب وتقديم الكراسات حتى يوم الثلاثة الموافق 23-7-2024 كمان شهدت محافظة الأليوبية وصول معدات نظافة جديدة بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه لتنفيذ أعمال النظافة في جميع أنحاء المحافظة مع التأكد من جاهزية المعدات واستمرار أعمال الصيانة الدورية بجانب الحفاظ على المعدات لضمان أطول فترة ممكنة من العمل الفعال مما يساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى النظافة العامة أكدت محافظة مطروح تقديم الدعم الكامل للتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة مع تزديل أي عقبات ودى تماشياً مع توجه الدولة في نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب لتوفير فرص عمل لهم والقضاء على البطالة وتم تقديم خدمات التمويل لعدد 1225 مشروع بإجمال قروض بلغة 132 مليون جنيه وفرت من خلالها 4341 فرصة عمل لأبناء المحافظة تنوعت ما بين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات الإقراض المباش أعلنت محافظة الشرقية عن تنفيذ 19257 مشروع ضمن مبادرة برنامج مشروعك بتكلفة 3 مليار ومتين ستة واربعين مليون وخمسمية واحد وتسعين ألف جنيه وتوفير 56 ألف تلتمية وستين فرصة عمل للشباب منذ انطلاق المبادرة في عام 2015 حتى 21 يوليو الجاري لتشجيع الشباب على إقامة عديد من المشروعات وتعزيز ثقافة العمل الحر في بني سويف شهدت المستشفى التخصصي تدعيم بخمس حضنات جديدة وجهازي تنفذ صناعي وده لزيادة القدرة الاستيعابية داخل قسم الحضنات بالمستشفى ومواجبة زيادة احتياجات حديثي الولادة للحضنات وده في إطار تقديم الخدمات الطبية المتميزة والمجانية لأهالي المحافظة فأسوان نفذت الهيئة العامة للطرق والكباري في أسوان بالتنسيق مع الوحدة المحلية المركز ومدينة ناصر النوبة مشروع رصف طريق بلانة كلبشة لمسافة 2 كم من ناحية قرية أدندان وده من إجمال المسافة الجاري العمل بها بطول 20 كم وبتكلفة 85 مليون جنيه وده مع التجديد على الإسرع بواتيرة العمل لتحقيق السيول المرورية والحفاظ على سلامة أرواح المواطنين والمركبات المترددة عليها كمان أعلنت محافظة أسيوت عن استلام وتشغيل سبع وحدات إسعاف جديدة على الطريق الزراعي أسيوت القاهرة وخمس وحدات إسعاف لتعزيز التغطية الإسعافية للمحاور الجديدة محور ديروت ومحور منفلوت والقرى المجاورة لها وأيضاً امتداد محور طمى الغنايم والصحراوي الغربي نطاق أسيوت والقرى المجاورة ليه في نقلة نوعية وده بهدف تقليل زمن لاستجابة للحوادث ليصبح من 4 إلى 5 دقائق فقط وده حفاظاً على أرواح المواطنين شهدت محافظة الإسماعيلية بدء تشغيل مستشفى القنطارة الشرق المركزي وتم استلام مستشفى القنطارة الشرق المركزي إدارياً بعد الانتهاء من تطويره والمستشفى حالياً بصدد نقل الخدمات الطبية تدريجياً وجار استلام الفرش الطبي وغير الطبي استعداداً للافتتاح الرسمي وبيخدم المستشفى حوالي 69 ألف نسمة بمنطقة القنطارة الشرق